اشتركوا في القناة اضافة الى الجوانب الخدمية والتنموية المتصلة بحياة المواطنين ومعيشتهم اليومية ووجه دولة رئيس الوزراء قيادة السلطة المحلية بمضاعفة الجهود لمعالجة القضايا ذات الاولوية خاصة في الجوانب الامنية والخدمية مؤكدا دعم الحكومة لكل الجهود المبذولة في هذا الجانب عقد المكتب التنفيذي بمحافظة لحش اجتماعا طارئا برئاسة محافظ المحافظة اللواء الركن احمد تركي وحضور مستشار رئيس مجلس القيادة الرئاسي لشؤون الدفاع والامن الفريق الركن محمود الصبيحي والامين العام للمجلس المحلي بالمحافظة عواض الصلاحي للوقوف امام تداعيات واقعة اقتحام مقر السلطة المحلية في المحافظة واقر الاجتماع ضبط المقتحمين واحالتهم للتحقيق لاتخاذ الاجراءات القانونية الرادعة بحقهم واحالة احد وكلاء المحافظة للتحقيق على خلفية التحريض على اقتحام مقر السلطة المحلية والتهجم على مهرجان الرياضيين ومنعه من اقامة فعاليات منتدى لحجل التنمية ورفع نتائج التحقيق الى رئاسة مجلس الوزراء ووزارة الادارة المحلية بحث سفير اليمن لدى كوبا محمد ناشر امس مع مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا بالخارجية الكوبية السفير ارماندو فيرغار بوينو سبل اتعزيز العلاقات التعاون وتطويرها بين البلدين الصديقين وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخلال اللقاء وضع السفير ناشر المسؤول الكوبي بصورة اخر الاوضاع والمستجدات في بلادنا وتعنت ميليشيال الحوثي الارهابية بوقف الحرب والوصول الى سلام شامل ودائم من جانبه اكد المسؤول الكوبي موقف بلاده الثابتة والدعم للحكومة اليمنية ومساندتها في الجهود كافة التي تؤدي الى وقف الحرب وتحقيق السلام الدائم في اليمن وفي الشأن الفلسطيني استشهد خمسة وعشرون فلسطينيا واصيب مائة وخمسون اخرون بينهما نساء واطفال في حصيلة اولية في مجزرة جديدة ارتكبها جيش الاحتلال الاسرائيلي بحق نازح مدرسة في مخيم جباليا شمال قطاع غزة وذكرت وزارة الصحة في غزة ان المستشفي كمال عدوان والعودة في شمال قطاع غزة استقبل جثث خمسة وعشرين شهيدا ومائة وخمسين جريحا بعد ان قصف الاحتلال مدرسة ابو حسين الابتدائية التابعة لأكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الانرى التي تأوي الاف النازحين بعد تقدم دباباته في محيط مفترق الشهداء الستة في جباليا منوهة بان هذه الحصيلة تبقى مؤقتتان نظرا لتواصل عمليات اجلاء الضحايا ختام المجهز مشاهدينا في امان الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة